بيبدأ المسلسل مع واحد اسمه جلوك اللي بيكون موظف استقبال في فندق صغير وبنشوفه واخد فرخة من القفص بتاعها وبعدها بيتبحها وبيستخدم الدم بتاعها في طقوس غريبة وفي يوم بيوصل الفندق واحد اسمها مريم وبيظهر انها عارفة المكان كويس وبيقولها جلوك ان ميلاتي صاحبة الفندق مستنية في المكتب وبتكون ميلاتي دي ستة غريبة وبتبقى محتفظة بدمي عندها في المكتب وميخليها معها طول الوقت وبنعرف بعدين انها بتاعت ابنها اللي مات وبتدخل مريم اللي عندها وبيظهر ان هما كمان يعرفوا بعض من زمان وبتقول مريم ان قدامها اسبوع واحد ويتسيب البلد وده اللي انها راح تشتعل في مكان تاني فبتسخر منها ميلاتي وبتفكرها ان الشهادة بتاعتها مزورة وبتفكرها كمان بصمعة والدها اللي كان معروف عنه انه راجل نصاب وظالم وعنيف وبتفكر مريم ان والدتها في يوم الايام كانت واحدة من ضحياء وبنعرف ان والد مريم اختفى من فترة ومن وقتها محدش يعرف عنه اي حاجة وبتكون مريم وتأكد ان ميلاتي ليه علاقة بالله حصن وبتقول انها جات المكان ده مخصوص عشان تنتقم منها وتاخد حقه وبتقرر تديلها مهلة سبعة ايام عشان تعترف بمكان والدها وإيه اللي هتهد الفندوق وبعدها بتسيبها مريم وبتمشي وبتتفاجئ ان العربية بتاعتها عطلانة وبنعرف ان جولوك هو اللي عمل كده بأوامر من ميلاتي وفي الوقت ده بيكون فيه عصفة قوية وعشان كده بتطري مريم انها ترجع للفندوق لحد ما الجو يتحسن وفي الاول بتطلب انها تستخدم التليفون عشان تكلم حد يصلح العربية وبيقول جولوك ان قارب ورشة هتاخد وقت طويل على ما توصل لعندهم فبتطري مريم انها تحجز عندهم غرفة لحد ما المشكلة تتحل وبتاخدها ميلاتي بنفسها عشان توصلها للقوضة وفي الطريق بتبدأ مريم تركز مع الاوحاد اللي في المكان وبتتفاجئ ان الرسمات بتتحرك لكن بتخامل انها مجرد تهيئات وبعدها بتوصلها ميلاتي لحد الاوضة وبتقول ان دي نفس الاوضة اللي والد مريم كان مقيم فيها وقبل ما يكملوا كلامهم بتقفل ميلاتي الباب المفتاح وبتحبسها جوال اوضة وبتحاول مريم انها تستنجد بقى اي حد لكن محدش بيفتح لها وبتشوف هم وما واغدين عربيتها اللي بعيد فبتخفى اكتر ولما بتخبط على الازاز عشان تستنجد بقى اي حد حواليها بيتكسر الازاز وبتتصفق ديها وبتفضل تنزف لحد ما بتفقد الوعي وتحديدا وسنة 1900 بنشوف ميلاتي لما كانت طفلة وبيظهر انه في واحد اسمه كوزنو كان خطفة ورابطها بسلسلة حديدة عشان ما تهربش وبيكون كوزنو عايز يقتلها لكن ميلاتي بتفكر انه من غيرها مش هيقدر يامل اي حاجة وبعدها بيسيبها كوزنو بيروح يشتعل على الابحاث بتاعته وبنعرف انه عالم وعنده معمل خاص بيه عشان يهمل فيه تجاربه وبيظهر على ايده قصار لعدة وبيفتكر كوزنو لما كان بيفتح بطنه واحدة ست وفجأة خرج منها وحش وعده ومن وقتها تصب لعنة غريبة وخلت عنده قصار لجروح غريبة في جسمه وفي يوم بنشوف سجد ابن كوزنو وراح يدخل الاكل الميلاتي وبتلاحظ ميلاتي انه خايف فبتستنتج انه خايف اللعنة تنتقله لكن بتطمنه ده مش هيحصل وبتسأله ميلاتي عن السبب اللي مخليل استعيش في البيت ده بالرغم من معاملة والده الصعبة ليه فبيقول السجد انه ما يقدرش يسيب والده ما ما حصل لكن ميلاتي بتنصحه يسيب البيت ويهرب اول ما تجيله فرصة عشان يشحطه بحرية بيعيد عن تحكمات والده فبيعرض عليها السجد انها تهرب معاه لكن ميلاتي بتقول ان البيت مش هيسيبها تمشي مهما عملت وفي الحاضر بتفوق مريم اللي بتحاول لتاني مرة انها تفتح الباب لكن بتفشل وفجأة بتسمع صوت جاي من ارضية الغرفة وبتكتشف ان صوت والدها وهو بيحاول يستغيس وبتفضل مريم تكسر في ارضية الغرفة لحد ما بتلاقي بير عميق وبتلاقي جواه شبح لوالدها ولكن شكله بيكون مرعب وبيظهر انه مربوط من رجلي بسلسلة حديد وبتخاف مريم وعشان كده بتحاول تهرب منه ولما بتحس انه بيقرب منها بتدخل لحمامه وبتقفل على نفسها وهناك بتفضل برضو تسمع صوته لحد ما بتكتشف انه جاي من البنيو لكن الغريبة انه بيكون فاضي فبتنهر مريم اللي مش بتكون فاهمة اي حاجة وبعدها بتقرر ترجع للقوضة وبيظهر ان شبح والدها لسه موجود وبتكون مريم على وشك انها تقتله باستخدام كعب الجزمة بتاعها فبيجري الشبح ناحية البير لكن السلسلة الحديد بتتلفح حولين رجليها فبتقعها كمان في البير وبيكون الشبح حريص انه يغرقها لحد ما يتأكد انها ميتت وبيظهر ان ميلة يوقفها برا وسامع كل اللي بيحصل ومع ذلك مش بتتأثر وكأنه ده اللي هي عيزية وفي الماضي بنشوف سجد اللي بيقرر يسمع بنصيح ميلة ويهرب وكالعادة بيكون كزنه مركز في شغله وابحاسه عشان كده مش بيحس بغيابه وبعدها بشوية بيتفاجئ كزنه ان زوجته ميتت وبيكون متأكد ان ميلتي لها ايدفل اللي حصل ولما بيسألها على اللي حصل بتقوله ميلة ان اللعنة بتاعته هي اللي عملت فيها كده وان الارواح اللي بيضحي بها عشان التجارب بتاعته وبترجع عشان تنتقم منه وبتقول كمان ان لسه عنده فرصة ينقذ نفسه وبيظهر ان ميلتي عندها خبرة في عالم الارواح بسبب انها شافت حاجات كتير مع والدتها وبتقوله كزنه ان الارواح اللي في البيت ده محتاجة انه يقدم لها دم كل شوية عشان ما يقزوش وبيكون قصدها دم حيوان لكن كزنه مش بيفهم قصدها كويس وبعدها بيمشي وبيسيبها وبيظهر ان ينسي مفتاح القفل بتاع السلسلة وبعدها بيروح كزنه يحرق جسد زوجته وبيكون متأثر جدا لكن بيقرر اتجهل مشاعره وبيرجع يكمل شغله على الأبحاث وعن ناحية تانية بنشوف سجيته وبيجري في الغابة وبيشوف مجموعة أشخاص مقنعين واللي بيكون معروف عنهم انهم بيقتلوا أي شخص يشوفه في الغابة وبيظهر انهم بيطردوا جولوك فبيستخبه هو سجيت تحت شجرة لحد ما بيمشوا وفي الحاضر بيطلع جولوك جسد مريم من البيرو وبيحرقها وبعدها بياخد الرماض وبيستخدمه في الطقوس وبعدها بأيام بنشوف واحد اسمه داني واللي بيظهر انه بيدور على شخص معين اسمه أوكوك لحد ما بيشوف عربيته ماركونة قدام في فندق ميلتي فبيقرر يدخل الفندق عشان يقابله وهناك بيقعد يتكلم مع ميلتي وبيسأل عن رقم غرفته لكنها بترفض الدهوله وبتلاحظ ميلتي انه مركز مع الضمية ومتأثر فبيقول داني ان كان عنده بنته ومن فترة اتقتلتها وزوجته وبنعرف ان داني كان مديون لأوكوك بمبلغ كبير وما كانش مع فلوس يسدد الدين لحد ما اوكوك استغل غيابه عن البيت وقتل زوجته وبنته وعشان كده داني بيدور عليه عشان ينتق منه وبعدها بيروح جولوك ياخد داني لغرفته بعد ما طلب انه يقعد عندهم لحد ما يقدر يلاقي اوكوك وفي طريقه للغرفة بيشوف الرسمة في اللوحة ويبتتحرك لكن بيتجهلها وبمجرد ما بيدخل الغرفة بيقفل عليه جولوك بالمفتاح فبيستغرب داني جدا وبيبدأ يتوتر وبيسمع صوت من ناحية حيطة معينة ولما بيقرب منها بيلاقي فتحة صغيرة وبيقدر من خلالها يشوف النزيل اللي في الغرفة اللي جنبه والمفاجأ انه بيكون هو نفسه اوكوك وبيظهر ان داني جايه مع ادوات حده وكمال مسدس وبيحضر المسدس وبيكون على وشك نوية الاوكوك من خلال الفتحة لكنه مش بيكون في مستوى الرؤية وفي الوقت ده بتفتكر ميلتي لما كانت محبوسة في البيت ده وظهر لها شبح والدتها اللي كانت حاسة بالذنب ان بنتها بتعاني من كل ده بسببها وبتعتذر انها ما عارفتش تحميها وبتطلب منها لو بقت ام في يوم من الايام تحاول تحمي ولادها فبتطمنها ميلتي النوم قريب قوي هيتحرروا من اللعنة دي وبتقول الام ان اللعنة دلوقت اتنقلت لكزنه وانها كل شوية بتبقى اصعب كعقاب ليه على اللي بيعمله مع الناس وبعدها بيختفي شبح الام وفي الحاضر بيكتشف داني ان شبح زوجته موجود معاه في نفس الغرفة لكن بعدها بيكتشف ان ده كابوس والتاني مرة بيروح عند الفتحة عشان يراب اوكوك واللي بيظهر انه كان عارف بوجود داني في الغرفة اللي جنبه وعشان كده اول ما بيسمع صوت خطواته بيدرب نار بشكل عشوائي فبيتصاب داني في رجله وبيفضل هو كمان يضرب بشكل عشوائي لحد ما بيتصاب اوكوك اصابة خطيرة ولكن بيدخل استخبى في الحمام وبيقدر داني يكسر الحيطة الفصلة ما بينهم ولما بيدخل عليه بيلاقي مقتول وكأن في حيوان عضو فبيستنتج ان في حاجة معهم في المكان وفجأة بيلمح حاجة بتعدي من وراء السطارة فبيضرب عليها نار وبيكتشف انها بنته ولكن بنعرف انها شبح مش اكتر وبتقول الطفلة الولدها ان الفندق ده هيرجع له الكوابيس من تاني وعشان كده بتطلب منه يمشي من المكان ده في اسرع وقت فبيتأثر داني وبيحضنها وبتختفي البنت وبعدها بشوية بيظهر لداني شبح زوجته واللي بيظهر انها جاية تنتقم منه وده ان هو السبب في موتهم لكن مش بنعرف ان كان ده شبح زوجته فعلا ولا روح من الارواح لسكنة المكان واخدى شكل زوجته وبتمسك رجلي داني وبتشده معها في النار فبيموت هو كمان وكالعادة بيكون جولوك واقف مستعد عشان ياخد الجسس يحرقها وفي الماضي بنشوف ملتي لما بتحس بحركة حوالين البيت فبتحذر كزنه اللي كالعادة بيكون مجهول في المعمل بتاعه وبيظهر ان السجيد راجع لبيته مع جولوك وبيقول انه كان خايف يسيبه الواحده في الغابة وده لان الاشخاص المقنعين عايزين يقتلوه وبيكون كزنه متدائق من ابنه نهارب وبيقول جولوك انهم مستحيل يجوا لحد هنا وده لانهم عارفين ان ملتي موجودة في المكان وعارفين كمان انها ملعونة زي والدتها وعشان كده بيخافوا منها وفي الحاضر بنعرف انه كزنه مات من فترة وانهم اتأكدوا بنفسهم انه مات وكانوا دفنينه في مكان معين وبيتفاجئ جولوك ان المكان ده مفتوح فبيستنتجوا ان رجع للحامل تاني وهرب وبعدها بأيام بيكون فيها عصفة قوية وبتوصل زبونة جديدة للفندق واللي بيكون اسمها هيرة وبتقول ان عربيتها اطلت وما كانتش يلاقيها مكان في شبكة عشان تطلب مساعدة وعشان كده قرار تيجي تقعد في الفندق لحد ما العصفة تنتهي وبتكون معجبة باللوحات اللي في المكان وبتقول انهم لازم يتعلقوا في مكان اوسع من كده وعشان كده بتطلب انها تشتريهم لكن ملتي بتقول انهم مش للبيع وبيظهر ان ملتي مش مرتحالها لكنها بتكون متعودة تاخد ايزبون لمكتبها لحد ما جولوك يحضر الاوضة وبتبدأ هيرة تتكلم عن نفسها وبتقول انها بتشتغل في الخدمات الاجتماعية لحماية الاطفال وانها اتعينت جديد في المكان ده ولسه واصلة وبتكمل كلامها وبتقول انها بتشفق على الاطفال اللي بيعيشوا في ضر رعاية وده اللي انهم بيتربوا بعيدة عن اهليهم وكمان ظروف المكان بتبقى صعبة فبتفكر ملتي لما كانت محبوسة في البدة قبل ما يبقى فندق وبتتأثر وبتلاحظ هيرة انها تأثرت فبتسألها ان كان عندها اطفال لكن ملتي بتنكر وفي الوقت ده بيوصل جولوك عشان ياخد هيرة لغرفتها وفي الطريق بتشوف الرسومات ويبتتحرك لكنها بتتجهالهم والغريبها ان لما جولوك بيقفل عليها الباب مش بتحاول حتى انها تقاوم وفي الماضي بنشوف ملتي بعد ما قدرت تقنع كوزنه انه يخلي جولوك يعيش معهم وفي اليوم ده بيقرر اربع من المقنعين يقتحموا البيت وبيتجه كل واحد فيهم ومنح يتفرد من اللي موجودين في البيت وبيحاول انه يقتلوا وبتقدر ملتي انها تخنق واحد منهم بالحبل اللي معيها وفي نفس الوقت بيقدر سيجيت ياخد سيف ويقتل بي واحد تاني أما جولوك فبيقدر هو كمان يقتل واحد منهم وفي نفس الوقت بيستخدم كوزنه البندية بتاعته وبيقتل الشخص الرابع وبكده يكونوا قدروا يخلصوا منهم وبيجي وقت انهم يتفنوا الجسس وده لان ما عندهمش خشب كفاية عشان يحرقوهم فبيستغربوا جدا وده لانهم قفلين عليها بالمفتاح وبيشوفوها ويخرج من القوضة ودخل قوضة تانية ولما بيدخلوا وراها بيلاقواها اختفت فبتستنتج ميلتي انها روح خفية وتنكرت في شكل بني ادم وفجأة بتظهر هيرا قدامهم من تاني وبيظهر انها بتامل حركات غريبة وكمان بيتحاول جسمها لون غريب وبعدها بتقرب ناحية باب القبو لكن ميلتي بتمنعها من انها تفتحه فبتقول هيرا ان في روح طفل محبوسة هناك وانها جاية تخرجها فبتمسك ميلتي البندقية وبتضرب عليها لكنها مش بتتأثر وبنعرف ان الطفل اللي بيتكلم عنه هو ابن ميلتي اللي مات وبتقولها هيرا انها ما ينفعش تكون ام وعشان كده جاية تاخد روح الطفل من المكان ده ولما بيحاول جلوك انه يقتلها لتاني مرة بتضربه هيرا فبيفقد الوعي وفي اللحظة دي بتتحول ميلتي اللي وحش مرعب وبتبدأ هيرا يضربه بعض وبعدها بتقرب هيرا من جسط الطفل لكن شبح والدة ميلتي بيظهر في الوقت المناسب وهي الوحيدة اللي بتقدر تقضي على هيرا وبعدها بياخدوا جسطها وبيحرقها زي باقي الجسط وبنرجع بالزمن سبع تيام وبنشوف واحد عامل وهو راح يفتح المدخنة بعد ما سمع صوت كزنه وبيستغيصه بيقرر يفتح له فبيهجم كزنه عليه وبيبدأ يأكله في اللحظة دي بتختفي معظم الجروح اللي في جسمه وبيبدأ كزنه يستكشف المكان من جديد وبيكون مستغرب من الأجهزة الإلكترونية وده لأنه أول مرة يشوفها وبعدها بياخد أي هدوم يلاقيها قدامه وبيهرب من البيت وفي طريقه للخروج وتحديدا عند الشجرة لقدام البيت بيحس بقوة غريبة بتوقفه وبنعرف ان دي حدود المكان اللي اللعنة كان بتجبره يفضل عايش فيه لكنه بيفضل يقاوم لحد ما بيقدر يتحرك وبيستنتك كزنه اللعنة اللي عنده بقت أقوى بمرر السنين وفي الحاضر بيوصل للفندق زابط اسمه فاديل واللي بيكون عايز يستجه بجلوك وبنعرف انه جاي حقق في جريمة قتلة بعد ما لقوا جسط راجل في مكان قريب لكن ميلتي بتدخل في الوقت المناسب وبتقرر تاخده المكتبها وده لانها تعرف تجاوب على أسئلته بشكل أفضل ولما بيدخل مكتبها بيلاحظ وجوده اللعب شكل مميز وبنعرف انه لقى نفس النوع ده مع جسط الراجل وبنعرف كمان انه لقى الراجل مقتول برصاص مصنوع بإيد شخص معين والغريبة انه الرصاص ده بيكون مصنوع من أسنان البناء أدمين وقرر فاديل انه يحتفظ بوحدة منهم عشان يحللها وبعدها بيلاحظ وجود بومة فبتقول ميلتي انها بتكره الغربان والبومة دي بتبعدهم عن المكان وبيظهر ان فاديل شاكك فيها ولكن مستني يمسك دليل واحد وبيستغرب لما بتعرف لوحدها انه شرطي قبل ما يقول لها فبتتوتر ميلتي وبتقول انها عرفت من نظراته وطريقة كلامه وبيحكي فاديل عن الجسة للقوها وبيسأل عن علاقتها بالراجل وبتقول ميلتي انه كان بيوصل لهم بضع من فترة وبيطلب فاديل انه يفتش الغرف فبتبعت مع جلوك عشان يفتحه الغرف اللي هو عايزها وبمجرد ما بيوصله اول غرفة بيكون جلوك عايز يقفل الباب ويحبسه لكن فاديل بياخد باله وبيمسك الباب فبيتحاجج جلوك بان الباب قديم وبيتقفل لوحده وبعد بحس كتير بدون ما يلوقع اي حاجة بيوصل الغرفة معينة وبيلاحظ فاديل وقود خياله وراسطرة الحمام ولما بيفتح السطرة مش بيلاقي حاجة وبعدها بيوصلوا عند باب القبو وبيكون فاديل مصر انه يدخل يفتش لكن جلوك بيتحاجج ان المفتاح مش معاه وما فيش غير نسخة واحدة مع ميلتي وبيقول انهم دايما قفلينه بسبب فضول الزبان اللي بيخليهم ينزلوا تحت لكن السلم بيكون خطر عليهم لانه قديم فبيقتنع فاديل بكلامه وبيقرر يسيب لهم رقمه عشان لو حصل حاجة يكلمه وبمجرد ما بيخرج من المكان بتتكلم ميلتي مع جلوك وبتطلب منه يخلص عليه لو رجع الفندق من تاني اما فاديل فبيروح يتكلم مع شورت زميل ليه اسمه عثمان وبيحكي عن الليل ا وبيكون متأكد ان ميلتي متورطة في كل جرام لاختفاء اللي حصلت الفترة الاخيرة خصوصا ان كل الناس دي تشافت في اماكن قريبة من الفندق اخر فترة وكمان بيكون فاديل مستغرب من انها بتستخدم نوع سجاير كان موجود من حوالي خمسين سنة وبيظهر انه عثمان اقتنع بكلامه وبيتصل لفاديل بشرطية اسمها سارة وبيظهر انهم يعرفوا بعض من زمان وبيطلب مساعدتها يا كمان فبتوافق فورا وبدون اي تردد وتاني يوم بيروح عثمان للفندق وبيمثل انه راح يعرض عليهم انه يصلح التلفزيونات اللي في المكان او يبعي لها تلفزيونات جديدة لكن ملاتي بتقول ان الزبان بتوعا مش بيهتموا بالتلفزيون اصلا وبعد الحاح كتير من عثمان بتطلب منه يبات في غرفة عندهم وتاني يوم يتكلموا مرة تانية وبتديلوا نفس الغرفة اللي فاديل كان قاعد فيها وبنعرف ان ده اصلا جزء من خطة فاديل وعثمان وبيكون فاديل مفاهموا كل حاجة واقيلوا انهم يحبسوا في الغرفة ويعرفوا اللي بيحصل في الغرفة دي وكمان بيبقى يواخد معا مسدس عشان لو حصل اي حاجة وبيديله كمان مجموعة عناكب يحطها في القوضة عشان يبعاتوا حد بعدين بحجة انه داخل ينظف القوض وفي الوقت ده بيوصل لفاديل نتيجة تحليل الاسنان وبيعرف انها تخص داني وده معناه انه ممكن يكون مات او على اقل تخطف وبيتعذب وبيبقوا شيء متأكدين ان ملاتي هالي بتعمل كده بسبب القديلة الكتير اللي بدينها وبنعرف ان فاديل قال لعثمان انه مفروض يخرج من القوضة الساعة نوشة لكن عثمان بتروح عليه نومة وبعدها شوية بيصحى على التليفون من فاديل لكن مش بيعرف يرد عليه وده لانه بيلايه كمية مرعبة من عشي العناكب حواليه في القوضة لدرجة انهم بيتلفوا حواليه وبيخنقوا فبيخاف فاديل عليه وبيقرر يروح له على هناك وفي الطريق بيشوف كزنه وبيأكل في جثة شخصة على الطريق بعد ما قتله ومن كتر الصدمة بيخبط في الشجرة وبيفقد الوعي وبعدها بشوية بتوصل الشرطة للمكان وبتقدر نتفوقه فبيحكي فاديل عن اللي حصل لكن محدش بيصدقه وده لانه كزنه بيكون اختفى وبيرفضه نوم يسيب ويمشي لانه ده يعتبر مصرح جريمة فبيطلب فاديل من واحد منهم اسمه مستو انه يروح الفندو عشان يطمن على عصمان وفي الماضي وتحديدا سنة 1917 بنشوف ميلتي وسجد بعد ما كبروا وتجوزوا وفي فترة معانا بيكون سجد عايز تطوع في الجيش وبتخمن ميلتي انه زهق منها وده لانها ست ملعونة وبتخمن كمان انه مش عايز يكون ليه ولاد منها لكن سجد بينكر الكلام ده وبيدي له خاتم هدية عشان تلبسه وفي اليوم ده بيزرهم اتنين جنود وبيقعد سجد يتكلم معهم لكنهم بيجبروا يشرب كتير لحد ما بيفقد الوعي وبعدها بيتسحبوا لحد غرفة ميلتي عشان يعتدوا عليها وبيسيبهم كزنه يعملوا لهم ما عايزينه وده لانه بيكرهها وبتقرر ميلتي انها تنتقم منهم باستخدام اللعنة بتاعتها فبتتحول لوحش وبتقتي الواحد فيهم وفي نفس الوقت بيظهر شبح والدتها للشخص التاني وبيبدأ يطردوا لحد ما بتقتلهه وكمان وبيفوق سجده وبيتصدم لما بيعرف اللي حصل لزوجته وبيكون حاسس بالزنب وفي سنة 1917 بنشوف ميلتي وهي بتعاني من ألام الولادة وبيدخل جولوك عشان يساعدها أما كزنه فكالعادة بيكون مش غول في أبحاثه ومش مركز في حاجة بتحصل حواليه وبتمسك ميلة الطفل وبتتمنى اللعنة ما تتنقلش ليه وفي الحاضر بنشوف مسته وراح يدور على عصمان في الفندق وفي الوقت ده بيكون جولوك بيحضر جثة عصمان عشان يحرقها وبيبدأ مسته يتمشى في المكان على أمله يلاقيه وبيستغرب لما بيشوف رسمات بتتحرك وفاجأ بيتفتح بب غرفة معينة وبيكون شبح عصمان قاعد جوه وبيطلب من مسته يدخل عنده ولما مسته بيرفض بيتفاجئ أن ميلتي جاية من ظهره وبتطعنه بالفس اللي معه لحد ما بيموت وعلى ناحية تانية بنشوف فاديلي اللي بيكون واقفة على الطريق وبيحقق مع ظبط تاني وبيتهمه ان هو لخبط الراجل فبينكر فاديلي انه عمل كده وبيأكد على كلامه بأن ما فيش أي نقطة دم على العربية وأثناء ما هما بيتكلمه بيحسوا بحركة حواليهم فبيمشي الظابط وراء مصدر الصوت أما فاديلي فبيروح العربية يجيب المسدس بتاعه وفجأة بيسمع صوت صراخ وبعدها بيشوف جصة الظابط مرميه على الأرض وكأنه وحش عضه فبيتراهب فاديلي وبيرجع للعربية وبيكون على وشك ويهرب لكن بيتفاجئ بكوز نواف قدامه وبيحاول يوقفه وبنستنتج أنه هو لقتل الظابط وبيقدر فاديلي ويهرب بسرعة وفي الوقت ده بتطلب ميليتي من جولوك أنه يستدي واحدة اسمها موبوك وفي وقت أولايل بتوصل موبوك لعندهم وأول حاجة بتعملها لأنها بتسلم على جولوك وبيظهر أنهم يعرفوا بعض من زمان وبيبلغها جولوك أن ميليتي مستنيها فبتسيبوا موبوك وبتدخل غرفة معينة وبتخرج بعدها بشوية والغريبة أن شكلها بيكون أصغر بكتير وبعدها بتروح تقابل ميليتي وبتكون مبسوطة أني جات لها الفرصة تيجي الفندق مرة تانية وبتسألهم عن كزنه فبتقول ميليتي أنه هرب أنه كان بيتغزى على جسس الموتة وعلى الحيوانات اللي في المكان لحد ما استجمع قوة وقدر يهرب وبيكونوا مظلومين أنه قوة وصلت للدرجات وبيخافوا من اللي ممكن يعملوا وبنهارف أن موبوك بتعرف إزاي ترجع الموتة للحياة وأن ميليتي استدعتها عشان تأوم زوجها سجيت وابنها قري من الموت وبتاخدها ميليتي للمكان اللي فيه جسسهم وبتستغرب ميليتي أنه عايز تعمل كده بعد أنه حصل زمان فبتقول ميليتي أنه سجيت شخص كويس وأنه أفكاره بس هي لمضطربة وبتأمنها أنها فكرت كويس ومتأكدة من قرارها فبيبدأوا في التقوص وبتجرح ميليتي نفسها وبيستخدموا الدم ده في الكتابة على الجسس وبعدها بتكمل مبوك التقوص بنفسها وفي الوقت ده بيكون فاديل لسه في الغابة لحد ما بيقابله كوزنه وبيقدر أنه يتعرف عليه وده لأنه شاف صورته في الجرائد قبل كده لما كان مسك الأضايا بتاعته ولكن مش بيكون فاهمه وازال السعيش وبيمسك فاديل المسدس بتاعه عشان يقتله لكن كوزنه بيهديه وبيقول أن هدفهم واحد وأنهم لازم يتعاونوا وبنعرف أن الفندق في الأول كان بيت وأنه كان بتاع كوزنه لكن ميليتي خدته منه وبيفكر فاديل أنها قتلت اتنين من صحابه وعشان كده من مصلحتهم أنهم يتعاونوا ويقضوا عليها لكن فاديل بيرفضوا أن يصدقوا فبيمسك المسدس وبيقتله وبتسمع ميليتي يصدر بالنهار فبتأمر جولوك يروح يقفل كل المداخل ولما بيخرج جولوك بيتفاجئ أن باب الفندق مفتوح وأن فاديل موجود في المكان وبيواجه البندقية ناحية جولوك وبيأمره ياخده عنده عثمانه ومسته فبيأخد جولوك مفتاحه غرفة وبيأخده لهناك وبيطلب من فاديل يقرب من البير عشان يقدر يسمع صوتهم وبمجرد ما بيقرب بتوصل ميليتي وبتقول إنها ما كانتش عايزة تقتله لكن الفندق محتاج روحه فبيحاول فاديل يطلع المسدس لمعشان يقتلها لكنها بتبقى أسرع منه وبتضرب على الأرض فبيتكسر الخشب وبيقع فاديل في البير وبيفضل واقفين لحد ما بيتأكده أنه مات وفي اللحظة دي بيقوم كوزنه من الموت للمرة التانية وبترجع ميليتي اللي عنده موبوك وبتكتشف إنها قدرت تنقذ زوجها وبنها من الموت فبتجري ميليتي تحضن ابنها أما السجيد فبيسأل عن السبب اللي خالها تعمل كده وبيظهر إنه ما كانش عايز يرجع للحياة وده لإنه شاف نفسه ما يستحقش فرصة زي دي فبتقوله ميليتي إن دي فرصة يكفر عن زنبه وبعدها بيتكلم قري مع والدته وبيقوله إنه مش فاكر أي حاجة فبتستغرب ميليتي جداً لكن موبوك بتطمنها إن ده طبيعي وإن ممكن يحتاج أيام عشان يفتكر وبنعرف إن جولوك مات قبل كده وإن موبوك هيا لرجعته للحياة وبتقول إنه هو كمان خد وقت عشان يفتكر لكن الشخص البالغ بيحتاج وقت أقل من الطفل فبتتكلم ميليتي مع ابنها وبتقول إنها مش عايزة يفتكر غير حاجة واحدة بس وهي إنها بتحبه وفي الوقت ده بيروح جولوك يوصل سجيت لقوته وبيقوله جولوك إن دي فرصته عشان يصلح العمل وزمان وبينصحه يفكر كويس هيوقف في صف مين؟ والده كوزنه ولا ميلتي اللي رجعته للحياة من تاني وعلى ناحية تانية بيروح كوزنه يفتح قبره معين وبيجرح نفسه وبيكون حريص إن الدم ينزل على الجسس المدفون هناك وفجأة بتتحرك الجسس وبترجع الأشخاص دي للحياة من تاني وبنعرف إن دون مجموعة الأشخاص المقنعين اللي كانوا بيسكنوا الغابة وفي نفس الوقت بيخرج فدل من البير وبيظهر إنه لسه عايش وفي الماضي بنشوف كوزنه اللي بيوصل لتركيبة لإحياء الموتى وبنعرف إن التركيبة دي بيستخلصها من دمه وبكده تكون اللعنة اللي في جسمه يا فرصة لنهاجات ناس تانيين وبيجربها على جسس عنده وبتنجح وبمجرد ما بيتأكد إن التركيبة نجحة بقتل الشخص ده من تاني وفي الحاضر بتوصل صرع الموقع الحادثة وهناك بتلاقي الناس متجمع عنده جسد الشرطي وبيخامينه من المنظر إن حيوان هو اللي عمل كده وبتبلغ صرع عن اللي حصل وبعدها بتمشي عشان تدور على فاديلز ميلها وفي الوقت ده بتكون ميلة يقعدة مع ابنها وبتساعده يفتكر حاجات أكتر عن ماضيه وفعلا بيبدأ إنه يفتكر البيت وبيفتكر كمان زيكريات بسيطة ليه مع والده والدته والغريب إنه بيفتكر اليوم اللي مات فيه كان بيته في يوم من الأيام فبيتجعل سجيد كلامه وبيحكي كزنه لابنه إنه أخيرا وصل للتركبة اللي بيدور عليها من زمان لكن السجيد مش بيقتنع وبيقول والده إن اللعنة دي بدأت تنتشر في جسمه كله فبيديله كزنه تفاصيل التركبة اللي وصل لها وبنعرف إنه عايز يقتل كل اللي في المكان ويورس لابنه اللعنة دي عشان يفضلوا عايشين للأبد ويبدأوا حلقة جديدة بالكنز اللي معاهم وبيقول كزنه إنه هيبدأ هو بقتل أول شخص فيهم وبيدي السجيد قال حده وبيطلب منه يقتل الباقيين لما يسمع صوت البندية بتاعته وفي الحاضر بيقرر جولوك ومبوك يخرجه ويسيبه ملتي مع ابنها وبيتكلم قاري مع والدته وبيسأل عن السبب اللي خلى والده يقتله فبتقول ملتي إن السجيد مش شخص شرير وإنه مشكلته الوحيدة هي إنه بيتأثر بسهولة بأي كلام يسمعه وبيعرف قاري إنه مبوك ناوية تمشي فبيروح عشان يودعها وبيطلب منها تقعد معاهم وقت زيادة لكن مموك بتقول إنه في ناس تانية هم يحتاج لها وبتقول كمان إنه في ناس كتير زيها ولكن مش كلهم بيستخدموا العلم ده في الخير وبتعترف إن والدتك بتستخدم العلم ده بطرية مش كويسة وبتبدأ إنها تحكي القارية عن نفسها وبنعرف إن والدة ملتي كانت فقيرة جدا ولما تجوزت جوزها سابة ومشي وكمان ما سبلاش أي فلوس وعشان كده لاجئت لوالدة مبوك عشان تستخدم السحر الأسود لصالحها وفي اليوم ده والدة ملتي عملت اتفاق مع الشيطان ومن بعدها تصابت بلعنة خلت جسمها في علامات غريبة وفي يوم والدة مبوك قررت تباعها وعشان كده حكت كل حاجة لكزنه اللي قرر يقتلها بطريقة معينة ويستخدم الجثة في التجارب بتاعته وكمان قرر يقتل بنتها ملتي اللي عندها نفس اللعنة وطلب من الأشخاص المقنعين إنهم يساعدوه وعلى آخر لحظة قدرت مبوك إنها تنقذ ملتي من الموت ومن وقتها بأصحاب ولكن ما قدروش ينقذ والدتها وبعدها بشوية كزنه رجع عشان ياخد جثة والدة ملتي فقررت إنها ترقبه ودخلت وراء البيت وبنعرف إنه كزنه لما حاول يشرح جثتها طلع وحش من بطنه وعده ومن وقتها اللعنة نقلت له وكمان ولكن بشكل أسوأ فبيتأثر إاري لما بيعرف ماضي والدته وبتديله مبوك هدية ولي بتكون عبارة عن دوميا خشب وبعدها بتودعهم وبوك وبتمشي وبمجرد ما بتخرج من البيت بترجع ستة عجوزة زي الأول وبعدها بيفتكر إاري باقي اللي حصل يوم الحادثة وبيبدأ إنه يحكي لولدته وبيظهر إن السجيد كان ناوي ينفس كلام والده وخد الألال حد عشان يقتل ابنه ولكن فضل واي في قدام قدته هو متردد وفي نفس الوقت ملتي راحت لكزنه مكتبه بعد ما طلب إنه يقابلها وبيكون مسك بندقية وناوي يقتلها فبتقول ملتي إن الأرواح اللي في البيت ده بتحميها ونها مستنية موتوا من زمان من وقت ما قتل والدتها قدام عينيها لكن كزنه مش بيديلها فرصة تكمل كلامها وبيقتلها ولما بيوصل جولوك على صوت البندقية بيقتله هو كمان وفي نفس الوقت بيجري إاري ناحية مصدر الصوت وبيخاف لما بيشوف والده ومسك ألا حد فبيجري ناحية السلم وبيقع يموت وبكده نكون عرفنا إن السجيت مقتلوش وبيتصلم السجيت لما بيشوف ابنه ميت قدام عينيه وعشان كده بيقرر ريئة الوالده عشان ينتق منه وبعدها بشوية بترجع ملتي للحياة من تاني وبتلاقي جثة ابنها موجودة في القبو جنب جثة سجيت اللي قرر إنه ينتحر بسبب إحساسه بالزمد وبتكون عايزة تنتقم من كزنه بأي طريقة خصوصا إنه هو السبب في كل اللي حصل وبييظهر إنه كمان رجع للحياة لكنه بيبقى محبوس فبتقرر ملتي إنها تحرقوا عشان تتأكد إنهم قدروا يخلصوا منه للأبد ومش بتكون عارفة إنه برضو هيلاقي طريقة ويرجع للحياة وبيتأثر قاري لما بيعرف الحقيقة أما ملتي فبتكون عارفة إن السجيت واقف بره وسماعهم وبتطلب منه يدخل يقعد معاهم وبتقول ملتي إنهم لازم يفكروا كويس يعملوا إيه مع كزنه وده لإنه رجع أقوى من الأول وفي الوقت ده بنشوف مبوكوا في الطريق إن هي اللي أنقذت ملتي زمان من الموت وفي الماضي بنشوف ملتي واللي بتصحى فيهم وبتلاقي قاري بيلعب في الجنينة وتحديدا جنب الشجرة اللي والدتها ماتت عندها فبتحكي له قصة الشجرة دي وبتطلب منه يبيض عن المكان ده تماما وفي الحاضر بتوصل سرى للفندوق بعد ما خمنت إن الفاديل راح لهناك وده لإنه بقاله فترة بيحقق في القضية دي وبتبدأ إنها تفتش المكان لحد ما بتوقف ملتي اللي بتعرض عليها إنهم يتكلموا عندها في المكتب فبتسألها سرى عن مكان فاديل وبتحاول ملتي نات غير الموضوع وده اللي بيخلي سرى تشك فيها أكتر فبتوجه المسدس ناحيتها لكن قبل ما تعمل أي حاجة بيدخل جلوك اللي بيستغل الفتحة لفي الحيطة وبيدخل منها البندوقية وبعدها بيبدأ إنه يضرب نار عشان يشاتت انتباه سارى وفعلا بتبدأ سارى إنها تدور على الشخص اللي عمل كده وأثناء ما هي بتدور عليه في الغرف بتتحبس في غرفة معينة والمفاجآن دي بتكون نفس الغرفة اللي فيها البير وبنعرف إن فيديل موجود في البير لحد دلوقتي ومش لها حد يخرجه وبيبدأ إنه ينادي على سارى اللي بتفرح لما بتعرف إنه لسه عايش وفي الوقت ده بيوصل الكزنه والرجال المقنعين لعند الفندق وبيشوفهم قاري من خلال الشباك فبيجري عشان يبلغ والدته وبيظهر إن ملتي مش فارق معها حاجة غربنها وعشان كده بتطلب منه يطلع يستخبه لكنه بيبقى خاف عليها ورفض يسيبها لوحدها فبيدخل السجيت اللي بيطلب منه يطلع يقعد في القوضة عشان يرايب اللي بيحصل من فوق ويبلغهم فبيقتنع قاري وبيسيبهم وبيطلع وبيقوم ركزنه والرجالة إنهم يقتحموا البيت وفي نفس الوقت بترمي سارى السلسلة حديد لفاديل عشان تساعده يخرج لكن بتبدأ تشوف خيالات الأرواح اللي ماتت في المكان وعشان كده بتنسى فاديلو بتتشاغل معهم وبعدها قب شوية بيقدر فاديلو إنه يخرج باستخدام السلسلة الحديد وبيطمنها ندي كلها تهيئات بسبب القوضة وبتبدأ أملها إنها توزع المهم عليهم وبتطلب من جلوك إنه يحمي قاري وفي الوقت ده بيقتحم كزنه ورجالته الفندق وبيكون كل واحد فيهم مسؤول عن قتل واحد من الجوة الفندق وبيستخب قاري تحت السرير وبيشوف جلوكوها بيموت قدام عينيه على إيد واحد من المقنعين وبيتعرض سجيته وكمال إصابة خطيرة وبيتفاجئ فاديلو صارب واحد من المقنعين داخل عليهم وبيحاول لتنين إنهم يقتلوه وبتقدر صار أنها تلف السلسلة الحديد حاولين رقبته وبعدها بتكون على وشك إنها ترميه في البير لكن الراجل بيمسك رجلها وبيشدها معاه وبيحاول فاديل يشدها لكن بيفشل بسبب الإصابات اللي في جسمه وبتعصرها وبتموت وفي نفس الوقت بتبدأ ملت إنها طارت كزنه والتاني مرة بتتحول لشكل وحش مرعب وبيفضل التنين يطردوا بعد لحد ما بيطعن كل واحد فيهم التاني لكن لعنة كل واحد فيهم بتحميه وبيوصل قاري وبيشوف كزنه وبيحاول يقتل والدته وبيبلغها كزنه إنو هيعزب ابنها ويخليه ورس اللعنة بتاعته ويفضل عايش للأبد وبعدها بيروح عشان يلحق قاري وفي طريق للخروج بيشوف فاديله وخارج من الغرفة يتسحب وبيبعيز انتقم منه عشان رفض يساعده فبيقرر إنو يعضوا عشان اللعنة تتنقله وكمان فبياخد فاديله العربية وبيهرب من المكان بسرعة أما كزنه فبيروح القبو يدور على قاري اللي بيكون مستخب هناك فعلا ومع ذلك كزنه مش بيقدر يلاقيه وبعد بحث كتير بيقدر كزنه يلاقيه لكن قاري بيكون أسرع منه وبيجري ناحية الغابة فبيروح وراه كزنه والمرة دي بيقدر يمسكه لكن قبل ما يعملوا أي حاجة بتظهر مبوك وبنكتشف إن هي وقصرتها عندهم قدرة إنهم يرجعوا للحياة من تاني وكمان يقدروا يتحكموا بقوة طبيعة وبتقول له كزنه إنها مش ممكن تسيبه يأذي آري وفجأة بيظهر شبح والدة ملتي وبتبدأ تخنق كزنه وبتغرى مبوك تعويزة معينة عشان طبط المفعول اللعنة بتاعت كزنه وبكده ما يقدرش يرجع للحياة من تاني وبتوصل ملتي وبتشوفه قدام عينها وبيموت وبعدها على طول بتختفي جسده تماما وكأنه ما كانش موجود وفي نفس الوقت بتختفي جسد الأشخاص المقنعين وده لإن كزنه هو لرجعهم للحياة وبتحضن ملتي شبح والدتها اللي بتقول إن دي آخر مرة يقدروا يشوفوا فيها بعض وبعد اللي حصل بيطلب قريب من مبوك إنها تقعد معهم فترة أطول فبتوافق مبوك خصوصا لما بتحس إنهم لسه محتاجينها أما ملتي فبتقرر إنها تحتفظ بجسد جولوك وسيجيت عشان ترجعهم للحياة تاني ولكن المهمة المرة دي بتكون أصعب وده لإن التركيبة القديمة ما بقتش موجودة من وقت ما كزنه اختفى ومع ذلك اللعنة لسه موجودة في جسم ملتي وده لإنها ورستها من والدتها وبكده تكون هي الواحدة دلوقتي اللي تقدر ترجع ناس للحياة وفي الوقت ده بتبدأ تظهر على فديل أعراض اللعنة بعد ما تنقلت له بسبب عضة كزنه ولكن مش بنعرف إذا كان هيكمل المسيرة من بعده ولا لا الفيديو ده كتابته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا الملخصات الأنيمي والكارتون سلام